مستمرين مع بعض في شرح مانا Connect Plus 5 الترم التاني وصلنا لغاية Unit 5 Lesson 7 هنقرق قطعة مع بعض ونترجمها أميرا goes camping يعني أميرا راحت معسكر الخيم أو التخيم أميرا went to visit her cousins علي أم مونة يعني أميرا راحت تزور ولاد عمها اللي هو علي ومونة إن شرم الشيخ إن سمر يعني راحت تزورهم في مدينة شرم الشيخ في الصيف كانوا عايزين يورر أميرا الجبال الجميلة بالقرب من هناك لذلك قررنا هما يخدوها في رحلة للتخيم يعني عموهم وائل خدهم بالعربية ووصلهم لبدأة الطريق الطريق المشي يعني which is rough path across the desert اللي هو عبارة عن ممر صعب جدا للعبور في الصحراء أو عبر الصحراء the air smelled beautiful يعني الهواء راحتوا جميلة and the wind hiking وهما ذهبوا للمشي into a deep valley في وادي عميق this place is very beautiful المكان ده جميل جدا أميرا سد أميرا قالت كده she took out خرجت her phone التلفون بتاحها record the video وسجلت video and dropped a pen on the map وحطت the booth في الخريطة they finally arrived at the first campsite هما أخيرا وصلوا إلى أول معسكر uncle wail took the tent out يعني عمهم وائل خرج الخيمة off his backpack من شنطة الظهر بتاعته who can remember how to put it up مني فاكر إزاي نعمل الخيمة he asked I can سيد علي who is going to make the campfire مني فاكر أو مني اللي هيعمل النور فردت مونة لأتله I can أنا أقدر أعمل النور and I can cook وأنا أقدر أطبخ سيد أنت مريم قالت عميتهم مريم but after 30 minutes ولكن بعد 30 دية they found that وجدوا أن علي could not remember how to put up the tent اكتشفوا أن علي مش قادر مش قادر يفتكر إزاي أن هو ينصب خيمة and مونة couldn't light the fire ومونة مش قادر تولى عن نور so they did not eat and they couldn't sleep in the tent ولا قدروا يأكلوا ولا قدروا ينموا في الخيمة the next day في اليوم التالي they used the maps استخدموا الخرائط on their phone بتاعت التلفون بتاعهم to find the next campsite عشان يلاقوا المعسكر اللي جنبيهم when they got there لما وصلوا هناك أنت مريم عميتهم مريم قالت let's all work together today يلا كلنا نشتغل مع بعض النور first you can put up the tent الأول لازم نعمل الخيمة then we can help to light the fire بعد كده هنسعد بعض إن احنا نولع النور finally you can all help me to cook dinner وكلك هتساعدوني في عمل العشا they put up their tent نصبوا الخيمة quickly بسرعة by working together عن طريق العمل سويا then they started the fire بعد كده ولعوا النور next ثم أو بعد ذلك they all worked together كلهم يشتغلوا مع بعض to prepare dinner عشان يحضروا العشا amira washed the vegetables amira غسل الخضروات mona cut them ومنع عطيتهم and the aunt marium cooked وعمتهم مريم طبخت علي prepared the picnic table حضر علي الترابيزة بتاعة العشا يعني they went to bed early وراحوا للسرير بدري they were old they were not tired or hungry ما كانوش ولا تعبانين ولا جعانين the next morning في اليوم التالي أو في صباح اليوم التالي they had breakfast تناولوا الفطار and put on their backpack وحطوا الشرنة بقى الضهر oh no my phone doesn't work التلفون بتاعة مش شغال said uncle wail wail هو اللي قال كده my phone is the same وانا تلفوني زايه بالضبط said aunt marium what about your phone children what about your phone's children أخبرت التلفونك يا أولاد we don't have any reception here ما فيش أي استقبال هنا أو ما فيش شبكة يعني they answered هم جاوبوا what can we do now طب إلي المفروض نعمله دلوقتي أو إلي نقدر نعمله aunt marium asked how can we find the core إرأيوكم اللي عربية I have a paper map أنا عندي الخريطة الورقية I got it from the tourist office خدتها من مكتب السياحة said uncle wail we can read the map together ممكن نقرأ الخريطة مع بعض and find our way back to the core وعشان نكتشف الطريق أو نلاقي الطريق اللي رجعنا للعربية تأتي 생각을pir rápido شكرا جدا أين فضلا نعم أنت